أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على راهب عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء العنصرية يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر كما يعكس حجم التحريد والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين والحملات والمواقف التحريدية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير واسموتريتش وغيرهما وأضفت الوزارة أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس